اليوم سوف نتحرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تغيير الاسم على تطبيقك الخاص سنابشات ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الطبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق سنابشات وبعدها سوف تقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات هنا سوف تقوم بالضغط على سناب شات ثم يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم سوف تقوم بنزل الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإدفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو